جزء تاني أنا من الناس اللي كنت بعشاء 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 للستوديوهات التحليلية في الراديو بتاعت كريم حسن الشحات من زمان وأعتقد وإنت اللي هتقول ده أتصور أنه هو جزء كبير من نجاحك والكريم بتاعك كله النجاح العظيم اللي انت عملته في الراديو دائماً لما يتحدثوا عن موزيع جاية في الراديو ده في الرياضة فدايماً من الأوائل كريم حسن الشحات الله يخليك كريم تشكر على الكلام التالي لا طبعاً أنت عارفه وأنت عارف أنه ده حقك الراديو بالنسبة لك بيمثل إيه بقى في حياتك المعنية؟ الراديو هو اللي عمل كريم حسن الشحات يعني الراديو ده أنا تعلمت فيه على إيد أسادزة وكنت بعض يا كريم اللي علمني الراديو لصبر لأنك بعض كنت 12 ساعة في اليوم عدت فترة في بدايتي أنا موزيع الستوديوهات التحليلية تعرف المتشاط بتتلعب ساعة 3، ساعة 6، ساعة 9 فأنا أبدأ مثلاً من الساعة 2 ببدأ من قبل المتشاط بساعة ونص من واحدة ونص لغاية ماتش بإخلاص 11 من وقت آخر ماتش 9 من واحدة الظهر هو واحدة ونص لغاية 9-12 بالليل فبقعد 12 ساعة على الهواء أو 11 ساعة على الهواء يومياً وجميع البطولات حتى بطولات المنتخب والأهل اللي لما بيعا في أفريقيا أو الزمالك فكنت خدت خبرات من الراديو غير طبعية والراديو أصعب من تلفزيون يعني إحنا في التلفزيون دلوقتي قدامك شاشة وفي بعض الانجوش وتتحرك لا وفي ماتش أنت شايفه أو المشاهد شايفه فبتتكلم من خلال الشاشة لكن في التلفزيون في السوري في الراديو ما فيش صورة أنت بتشرح للناس فدي علمتني زي بقى دقيق في الشرح وفي التحليل أن الناس مش شايفة الناس سمعة فأنت عايز توصل لهم الصورة اللي هي التخيولية اللي بيحصل في الماتش وفي كمان شريحة كبيرة في الراديو ويمكن أنا حقولها اللي هم فاقدين البصر شريحة كبيرة جدا يعني لما كان ليا جمايير فاقدين البصر كلهم قاعدين قدام الإزاعة فكان بيجي لي تعليقات يا كريم كل يوم يا كريم أيوة كده انت بتشرح حلو مش عارف كذا احنا شايفين الماتش احنا اه فبيجي لي تلفزيون على الإزاعة وعلى تلفزيون الشخصية جابوا تلفزيون الشخصي وبعطوا الرسائل وبكلموني وفيه أصدقاء ليا بنتكلم كل يوم طب إيه اللي مش عاجبكم أنا بحب دايما اشوف انتقادات الناس ليا ايه والسلبيات طبعا فلاقيت رد فعلي غير طبيع فبدأت أشرح بدقة فبقى موضوع التلفزيون بعد كده سهل بالنسبالي إزاعة صعبة جدا عشان تشرح كورة كمان انت مش بتتكلم سؤال سياسي ولا فني لا انت بتشرح كورة كورة فين في الملعب تحرك اللعيب طب هي بعلمني كتير جدا وأنا بعشق الراديو أنا بروح الراديو وأخذ معي شانطة هندباك كده ظننا فيها الأكل بتاعي عايش أنا عايش يوم أنا عايش يوم أنا عايش يوم وصوري يعني بقى معي شيب شيب بقى لعى الشوز وقعد وبقى لابس لبس رياضي حتى تريلين كده أو تي شيرت وبلطلون خفيف وقعد بقى مستمتع بتفرج على المطشاط وبعد بين الشرطين أو قبل المطش أو بعد المطش بنقض نحل البقى ومدخلات والأخبار كان رائع بس طبعا لما يعني دخلت نادي البنك الأهلي مش قادر الوقت صعب خبص لا مش حقا أنا مدير كورا كل يوم عندي تمرين وعندي مطشاط والمطشاط في نفس توقيت التحليل في الراديو فلاقيت بس مفتقد طبعا طبعا راديو راديو ممتع كريم جدا طيب